حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم الأربعاء القادم موعدا للنظر في الدعويين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الأولى وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أمرا ولائيا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب الذين صوت عليهم البرلمان في جلسته الأولى التي عقدت الأحد الماضي وبموجب الطلب والقرار الصادر عن المحكمة فإن عمل هيئة رئاسة البرلمان متوقف لحين حسم الدعوة